صباح الخير عليكم اليوم سنقوم بعمل الزبدة والثوم لدي شرايح لحمة طبعا متقطعة طخينة قوي انا الصراحة مش جنة الجزر اللي انا جابة منه لو جبتها طخينة تستوي ولا لا فانا جايبها متقطعة بصو الثوم كده كده بس سعيبها الشريحة زي ما هي يعني مش قطعة الستيك لازم تبقى قطعة كبيرة ماينفعش تبقى قطعة صغيرة عندي فصو الثوم صحيحة عندي روز ميري عندي جوز تطيب وزبدة الزبدة اساسي طبعا فلفل اسمر وملح تصل على النار ونسخنها كويس وننزل بقطعة زبدة كبيرة حجمي قطعة الزبدة كبيرة لان هي الاكلة معتمدة على الزبدة والثوم طعم اللحمة مش هيبقى طعمها الستيك هالو غير بالزبدة كتير والثوم احطها على النار تسيحة طبعا احنا عارفين اللبدة الوحدها ممكن تتحرق انا هحط لها نقطة زيت بس نقطة مش اكتر من كده لان انا عايزة طعم اللبدة هو اللي غالب في الاكلة دي بصوا شرايح اللحمة عاملة زي بصوا شرايح اللحمة عاملة زي زي البفتيك كده او اضخن من البفتيك شوية وبصوا الشريحة بتقطعة الجزار يعني هو اللي مقطعها لي كده انا عايزها قطعة كبيرة مش عايزها سغيرة مش نسيب الزبدة طبعا تقدح خالص احنا عايزين بس مجرد نسيحها نوع الزبدة دي لنا بستخدامها صراحة ولكنها سامنة بتدي طعم وريحة حلو جدا اللي عنده مشكلة مع جلت الطب بيستغنى عنها فيه ناس كتير مش بتحب تستخدمها اه مش لازم تحطي جلط الطيب كفاية الروزميري خلاص اللبدة اهي فاضل حتة كده وهتسيح انا مش عايليها تقدح معي خلاص كده سيحت هنزل بقى بشوية زيت عشان نتفادى ان اللبدة تتحرق بس شوية زيت كده كفاية قوي وابدى انزل بشريح اللحمة بصوا حجم الطصة دي مش كبير قوي فما حطش اللحمة مرة واحدة احط قطعة كده وانزل بالقطعة التانية لو ليها مكان يعني انا حاجة احط قطعة تانية حلاقيها كبيرة هروح مختارة قطعة اصغر والنار تكون عالية عشان تقفل لي مسام اللحمة انا مش عايزة مية اللحمة تنزل انا عايزة اللحمة تاخد صدمة ومسامها تتقفل عشان تديني لون كويس هاي كده احنا خلاص نزلنا باللحمة اتأكد ان الوش اللي نللت عليه اللحمة مغطيه اللبدة وانه هو ياخد لون كويس اول ما ياخد لون كويس وما يبقاش في ولا حطة حمر ابدأ اقلب حطة اللحمة عن ناحية التانية فسوس التوم انا حقسمها نصين مش محتاجة اكتر من كده انا محتاجة فرمها ولا قطعها صغير انا محتاجة بس تديني نكهة نكهة مع الزبدة طبعا التوم دا دلوقتي لما حيتحمر حيدي طعم وريحة حلو جدا اللي بياكل الاستيج برا في المطاعم هو فاهم انا بقول ايه وعارف الطعم بيبقى الاستيج بسوس الزبدة والتوم بيبقى طعم معامل الزيج بدلا ما ناكلها بقى منبرة ومبالغات نعملها في البيت وسهلة جدا اي خلاص بصوا الوش لونه اهو بصوا اللون مبقاش فيها ولا حطة حمر ابدأ اقلبها بقى اول ما الوش التانية اخد اللون ده ابدأ اقلب على الجنبين لحد ما تستوي وتاخد معي لون الليستيج هبدأ بقى انزل بالفلفل لاصمر وشوية ملح وما تفتكروش ان اللحمة هيبطق السوى ولا اي حاجة ولا هيعمل حاجة لو حطة اللحمة كويسة اصلا والدبيحة دي اصلا تغيرها اللحمة هتستوي بسرعة مالهاش علاقة بالملح حط بقى شوية كده روز ماري حبة حلوين على التومة ونشم بقى الريحة وجملة نبدأ نبشر اهو حبة جلت تصيب بشرة كده فوق كل قطعة طبعا الروايح بقى النور مطلع روز ماري على توم على زبدة على جلت تيب بصوا شايفين بقى منظر اللحمة بصوا نبدأ نقلب على الوش التاني ونبدأ نحط له نفس اللي حطناه من البهارات شوية فلفل كده اسود على شوية ملح على شوية جلت تيب بشرة جلت تيب رشة خفيفة تاني روز ماري هنعمل في كل شرايح اللحمة اللي عندي نفس الطريقة انا بس عشان اتصى مش كبيرة دلوقتي لما دول حيستيبوا هطلعهم وابدأ احط توم تاني وحط شرايح لحمة تاني بصوا ده منظر اللحمة بعد ما خلصتها خالص انا قطعت كده حلقات خيار وطماطن بصوا بقى لون اللحمة والتوم بقى عامل ازاي بصوا نقطعها بقى بصوا بتتقطع عادي جدا وطعمها خطير ومستوية حلوة قوي مفيش في السوى اي مشكلة سوى طواصة ولا حطيت مية بعد كده ولا اي حاجة هي سوى بالزبدة بس كده المهم نوع اللحمة يكون كويس جربوا بصوس الزبدة والتوم وحيعجبكوا جدا ان شاء الله طعمه فعلا خطير انا عجبني وعجب الولاد جدا جربوه وان شاء الله يعجبكوا وان تقدمي جنب مكارونا جنب رز جنب صلطة بس جربوه 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 جربوه